تغير ملحوظ في الموقف الغربي من الحرب في اليمن وتصريحات متعددة ومتزامنة تدعو إلى وقف الحرب وبدء عملية السلام التصريحات بدأت بدعوة أممية تدين حزب الله اللبناني بدعم ومساندة الميليشيا بالسلاح والخبراء حد تعبير الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريس الذي طالب أيضا بتسهيل مهمة المبعوث الأمم مارتين جريفث في جمع الأطراف اليمنية التصريحات الأممية تلتها دعوة من وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إلى وقف العمليات العسكرية في اليمن كمقدمة لجمع الأطراف اليمنية خلال الثلاثين يوما المنظورة في السويد الدعوة الأمريكية شملت الخطوط العريضة للرؤية الأمريكية للحل في اليمن التي اقتصرت على وقف العمليات العسكرية وفق قاعدة انسحاب الحوثيين من الحدود السعودية مقابل إيقاف القصف الجوي لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات هذا التصور يأتي أيضا استكمالا لما صرح به الوزير الأمريكي في مؤتمر المنامة للأمن الإقليمي والتي رأى فيها أن يتم نزع السلاح الثقيل والصواريخ من الجيش اليمني مستقبلا وهي ذات الرؤية التي تسعى السعودية إلى جعلها واقعا في الترتيبات لما بعد الحرب تفاعلات الموقف الغربي وصلت إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فولرانس بارلي إن باريس تمارس ضغوطا بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى حل سياسي في اليمن مشيرة إلى أن الحل العسكرية أثبت فشله وأن الوقت حان لوقف العمليات العسكرية الواضح إذن أن الملف اليمنية وضع على طاولة الاهتمام الغربي وأن السعودية أصبحت في مرمى الضغوطات الدولية ليبقى السؤال الأبرز هل يمكن أن تسهم هذه الضغوط في حلحلة الملف اليمن أم أنها رياح لعواصف أخرى ضربت العلاقة بين السعودية والغرب